السلام عليكم حبوباتي مرحبا بكم في فيديو جديد ورسات جديدة اليوم جبت لكم وصفة كوسكسي احمر اذا تحبو ندير لكم ابيض نديروا بس كوني ملفا ديما نديروا ابيض اليوم بارك حبيت نوع وندير شوية احمر المهم لحنا المكونات عندي راسبصل الكبير وسنة ثوم وحتلاث عكاكا اذا ما عندكم شي راسبصل الكبير ديروا زوز طرف تعجاج والحم كما تحبو خضراء وطماطب احنا البنات مش راح ندير نحكم برما نحط في هذو كطرف تعجاج بينسر حسب افراد العائلة اه نحط الزيت الزيت البنات نجامي كيل تانين نحط عيني ميزاني ديما في الماكل اه لحنا البنات نحطهم على نار قليلة يتقلى لي شوية ذاك الجيل شوية بارك من بعد نحط فوق ذاك البصل والثوم اللي كنا اه رحيناهم ولا بعد ما يبدأ يذبال ذاك البصل يتقلى تخيبيا نحط ذاك المغرف تاعت مات مغرف كبيرة بجانسيور مع امرأ نحط عود قرفة صغير نحط شوية فاح فلفل كحل وملح فلا البنات اللي اه ما كنتش نصور المقطع تاكي حطيت كعبة مات مرابيا كعبة كامل اه وحط خليتها تتقلى معاهم ما ضفتش حتى قطرة عماء خليتهم يتقلوا وكاك اللي اهنا حطيت الحمص حمصة نشمخوا البنات هكا ليلة كامل ونبعد نحط في كونجيلاتور ما نحب نطيب نجبد منه واشو روح ندير البنات لهنا روح نحكم الكوزكسيت تعنا اه اليوم ما درتش الكوزكسيت عالبرة درت كوزكسيت عالدار كانت عطته لي ماما ربي يحفظها ان شاء الله اه لهنا واشو ندير نحكم ذاك الزيت ندخلو تخيبيا في الكوزكسي فعلا بعد ما مدهن تذكي كوزكسي بالزيت كامل نزيد مغرف صغيرة تعملها بما ما يتفور ليش هيكا صامت وهكا واحد الكيس تعمى كيس يكون متوسط ما هوش صغير خلاوه ما هوش كبير هيكا لبنهات بعد ما خلط بيام بهذا كالمان خليها عشرة دقايق ولهنا البنات واشو نروح ندير اه في الوقت ذاك نروح نطلع ذاك اللاصاص داعي اللي كنت خليته يتقلى اه الهنا نزيد له ما يغليق حتى يتغطى ذاك الحم ها هو نخلطه هيكا شوية برك من بعد نزيد ذاكا الزرودية تاعي اللي بناتنا الخضر عراني نحطها كي ما راي ما نقصهاش جسد نقشارها برك ونغسلها ونحطها باهم من بعد ما يفسد ليش الشكل كان من زينها جيني قد قد شغل ما يطيبوش ياسر فلاصوس ويتفت فتو اه لحنا البنات الكوسكسية ذاكا بعد ما مرتحها عشا دقايق نحطه في الكسكاس ونديهي فورة الفورة الاولى الكوسكسية اللي بناتها ندرت كونتيتي اللي اه لنا كلها نحنا في داري برك يعني انتوما اذا عيلا كاثروا الهنا ندير ذاكا الثقبه هيكا في الوسط بحي تفور اللي كامل على حبه الهنا وش نروح ندير بعد ما فار الفورة الاولى نحكم نزيد اه نزيد هيكا شوية مع سخون فقه ذاكا العصاص ونكمل نحط الخضراتها اللي هي جريوات وبطاطا وغرومفلف الحعر هيكا البنات ونخليهم على نار قليلة لهنا نروح للكوسكسية بعد ما ما قلت اه ما كما قلت لكم يعني اه فار الفورة الاولى ننهبطه هيكا في القصعة ونزيد له نزيده كسماء نفس الكاس اللي كيلت به المرة الاولى يعني كي ما قلت لكم متوسط نزيد كسماء وننخلط بيان هاذاك الكوسكسي ونحلو هيكا شوية من بعضها ما تخافوش ما يتعجن ما يتصرالو حتى حاجة بالعكس يجيكم ارطب وطري وطيب يعني هبل لهنا لبنات ها هوا الكوسكسيتاي بعد ما شغب اذاك الماء وارتاحها عشرة لقائف اخرى نروح نعود نحطو في الكسكاس بها نفورو الفورة الثانية لهنا لبنات ها هوا رحت اه رحت حطيتو هكا فوق اذاك الاساس والخضر اللي كانوا طيبو حطيتو الفور للفورة الثانية وهو الدرت اذيك الهكا ثقبة في الواس بهت هو اللي كاملة لحبا ونغلق عليه 21 دقيقة اخرى لهنا بعد ما فار اه فر اغدو هكا في القصعة وحكمت لبنات مرسو تاي زبدة ديرو مرسو شوية كبير حوالي مغرف هكا كبير لهنا لبنات هاذي يعني فكرة برك يعني نقدمها لكم ديرو بالفورة ثانية وبالزبدة بها هيكا يجيكم كل قعبة وحدها ويتدهن بيان بالزبدة هذيك بسكو سخون ما نقدروش نكيسوه لهنا بعد ما خلطوا بيان بالفورة يعني وبردك شوي قدرت نحط فيه يدي وهها هو اللي بنات كيفه جا جا علا حبا وهذا قلب ليكم احلى متتابعات نتمنى يارب يزيدوا تداموني اكثر وتبرتجيوا لحباباتكم لهنا هنراجعوا في الكسكاس وها هوا بعد ما طاب البنات وكنت قدمتوا في صحن التقديم طريقة بسيطة برك يعني ها هي نتمنى يا ربي تكونوا ديتوا فكرة ونتمنى تجربوا وترجعوا لي في التعليق واتزيدوا وتدعموني اكثر واكثر اشتركوا في القناة